طبعاً هو تم اختيار 22 ملك وملكة طبعاً والاختيار ليه؟ لأن دي من أهم الشخصيات أو الملوك اللي كان لهم تأثير أو لهم بصمة واضحة في التاريخ والحضارة المصرية يعني لما نشوف مثلاً ممياء للملك السقن الرعى طاعة الثانية اللي هو استشهد في حروب التحرير ضد الهكسوس اللي كانوا أغاروا على مصر في فترة من الفترات حوالي 1300 سنة قبل الميلاد في فترة الأسرة الأربعة عشر والخمستاشر يعتبر أشهرهم كمان سأتني نرع لا أنا أبدأ بالأخدم يعني لأنه عمل حروب التحرير ضد الهكسوس واستكمل أبنائه كاموس وأحمس تحرير مصر فده طبعاً أهميته طبعاً ملك زيت ملك رمسيس الثاني ملك حكم مصر 67 سنة عمل أقدم معاهدة للسلام في التاريخ ملأ ربوع مصر بالأثار بالمعابد ما فيش منطقة في مصر تخلو من أثر لهذا الملك الرمسيس الثاني اللي نشر كل أثاره في مصر وحروبه ومعاركه المصورة على في الرمسيوم وفي أبو سنبل وفي كل المناطق اللي هو عملها رسم هذه ملكات أكيد يا دكتور عشان هيبة بتزعل بتتدايق طبعاً في ملكات طبعاً لشكل أهم ملكة هي الملكة حاتشبسوت طبعاً ابنة الملك طحطمس الأول وهذه الملكة مش بس عشان هي ملكة لأن هي ملكة حاكمة مش ملكة زوجة ملك لأن أي زوجة ملك بتبقى ملكة أو بتبقى هي السيدة الأولى دي حاجة بالتبعية لكن هنا إنما دي ملكة حاكمت وطبعاً كان مفروض أن ابن أخوها طحطمس الثالث كان صغير وهي كانت واصية على العرش ولكن هي كان عندها تطلع للحكم منذ الصغر لأن كانت هي وحيدة أبوها طحطمس الأول من الأم الملكية أو السيدة الأولى لمصر فكانت مع والدها في كل شؤون الحكم وكانت تتطلع للحكم يبدو أن هناك شخصية قيادية بالزبط وشخصية قوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر